تباين واضح في المواقف هكذا تتعامل الولايات المتحدة والدول الأوروبية مع العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ففي العلن تطالب بوقف إطلاق النار وإنفاذ مزيد من المساعدات للقطاع أما في الدوائر المغلقة يقدمون الدعم السياسي والعسكرية للجيش المحتد جديد ما حدث ما نقلته صحيفة وولستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين بأن إدارة بايدن تخطط لإرسال شحنات أسلحة إلى إسرائيل تتضمن أكثر من ألف قنبلة من طراز مكي 82 إضافة إلى معدات التوجيه الدقيقة وذخائر أخرى تقدر كيمتها بعشرات الملايين من الدولارات المساعي الأمريكية أثارت العديد من التساؤلات أبرزها هل تتناسب جهود واشنطن للتوصل إلى وقف إطلاق النار بالقطاع مع الدعم اللامتناهي الذي تقوم به لتعزيز ترسانة تل أبيب العسكرية الإجابة قطعا هي لا خاصة أن تصرفات إدارة بايدن ستؤدي إلى إطلاق يد جيش الاحتلال لقتل آلاف الفلسطينيين الأمر لم يختلف كثيرا بالنسبة للعديد من دول الاتحاد الأوروبية التي لطالما نددت بالعدوان الإسرائيلية استجابة للضغوط الشعبية تارة أو لطبيض وجهها تارة أخرى ولكنها تتسابق فيما بينها لتقديم الدعم لإسرائيل لذلك لا يتفائل الفلسطينيون بالتصريحات الغربية المؤيدة لقضيتهم بعد تأكدهم من أن الأفعال وحدها هي التي تؤثر في مصاري الأحداث وليس الأقوال لا أتفائل